وينضم إلينا هنا في الستوديو مدير مكتب الغد في القدس المحتلة أحمد البوديري أهلا بك أحمد نبدأ بداية من الصفقة لماذا لم يتم الاتفاق على صفقة لغاية اللحظة؟ هل من مؤشرات إيجابية لإتمام ذلك؟ الحديث عن الصفقة حقيقة هو حديث إسرائيلي داخلي أكثر ما هو حديث مرتبط في الضغوط الدولية إسرائيل الآن لا تقبع بالضغوط الدولية هي تريد صفقة التي تخدم المصالح الإسرائيلية الآن الجانب الإسرائيلي لديه رؤيتين الرؤية الأولى بأن هذه الصفقة الآن ميقاتها لا يخدم الأعمال العسكرية الإسرائيلية المستمرة في منطقة قطاع غزة وبالتالي هم يرون بأنهم يستطيعون المضي قدما سواء في معركة رفح أو في المعارك التي مازال مستمرة عموما في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية سواء باستخدام المضرعات الإسرائيلية على الأرض أو استخدام الطائرة الحربية الإسرائيلية وبالتالي الدخول إلى الصفقة من الوجهة النظر العسكرية الآن هي ليست هناك حاجة لإيقاف الحرب من الوجهة النظر السياسية طالما أن موضوع شعبية الحرب ما زال في إسرائيل طاغي وما زال هو الأعلى وقضية المحتجزين هي مهمة للمجتمع الإسرائيلي ولكن من ناحية أخلاقية أكثر منها احتياج عملي احتياج أصولي احتياج بأن يكون هناك توفير لهذه الصفقة يمكن تأجيل موضوع المحتجزين لفترة من الزمن لإتمامها ولهذا حتى رئيس المساد الإسرائيلي عندما ذهب بالجولة الأولى والثانية والثالثة وجاء باتفاق يمكن كان الإسرائيلي أن يقبلوا به رفضوا بمساطة لأن الوقت لغاية الآن غير مهاتي طيب أي سيناريوهات أقرب الآن أو وجهة النظر الأقرب الآن هل وجهة النظر مؤسسة العسكرية أما الحكومة الحكومة هي التي تقرر كل شيء في نهاية مجلس الحرب هو الذي يقرر كل شيء المجتمع الإسرائيلي هو أيضا جزء من القرار لأنهم أيضا يقرؤون شعبية الحرب هل هذه الحرب لها شعبية في المجتمع الإسرائيلي هل المجتمع الإسرائيلي يريد استمرار هذه الحرب وبلا شكل جواب نعم وعليه فإن إدارة الحرب الآن من مجلس الحرب الإسرائيلي التي يوجد فيها بني جانس على السبيل الذي في الولايات المتحدة اجتمع مع المسؤولين الأمريكيين ذلك أغضب بين يمينة يوم ولكن حتى لو تم تغيير بين يمينة يوم هذه فراغضية جدلية هل هذا سوف يؤثر على مصاري الحرب الجواب لا الحرب سوف تستمر الهدف الأساسي عند الحكومة الإسرائيلية الآن هو تحقيق المكاسب السياسية والعسكرية في نفس الوقت بمعنى أن يكون هناك صفقة ويكون هناك معركة عسكرية وليس أن يتم إيقاف الحرب ثم الحديث عن المكاسب السياسية العسكريين اتهموا منذ السابع من أكتوبر بأنهم فشلوا وبأن هناك أخطاء وبالتالي هم لا يملكون القوة المعنوية لإدارة الحرب ولك يقول قائد الجيش أنا أقترح كذا وكذا بل على العكس هم اتهموا خلال الشهر الماضي بالضعف بأنهم لا يريدون الذهاب إلى معركة خانيونس أو معركة رفح وغيرها من المعارك الجانبية قال قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي أليفي أليفي كما تتفكرين صار مشكلة في إدارة مجلس الحرب وخرج من الاجتماع وكان هناك لغات وبنيغانس تدخل في نهاية المطاف قائد الجيش قال نحن لسنا خائفين من الماضي قدمر في أي معركة ونحن جاهزين السبب في هذا الجواب وكي تتهم القيادة العسكرية بالضعف الجيش الإسرائيلي أيضا قال قد نضطر إلى سحب قواتنا من غزة ونقلها إلى الضفة الغربية برأيك أي سيناريو ينتظر الجيش هنا ولماذا قد ينقله إلى الضفة الغربية خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان يعني لماذا دايما تضطرب الأمور والأوضاع في إسرائيل لما ندخل على شهر رمضان الجيش الإسرائيلي مكون من جنود نظاميين ومن جنود الاحتياط نتفكر بأنه في بداية الحرب تم استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط هذه جزء كبير منها غادر الثكنات العسكرية وعاد إلى الحياة مدنية وسبب في فالك هو عدم الحاجة أو أن العملية العسكرية في قطع غزة يمكن يعني إقامتها والمضي قدما فيها بالقوات النظامية ليس كلهم بطبيعة الحال ولكن جزء كبير عاد الآن هناك ثلاثة جبهات لا ننسى هناك الجبهة الجنوبية قطع غزة هناك الجبهة الشمالية مع لبنان وهناك جبهة الضفة الغربية التي نرى كل يوم هناك عمليات في جينين وفي نابلس وفي طول كرم هذا في شهر رمضان سوف يتضاعف في مناطق الضفة الغربية لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي دائما ما يقول بأن شهر رمضان يشكل حافز عند الشبال الفلسطينيين نتيجة ارتفاع الروح المعنوية الروح الدينية للقيام بعمليات ضد الإسرائيليين وبتالي هم بحاجة إلى القيام بعدد طويل من العمل في ساعات متكررة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية تضاعف ثلاثة مرات خلال هذه الحرب إذا كان هناك عشرة حواجز الآن هناك ثلاثين حاجز أضرب مثالا على ذلك كل حاجز علي مجموعة من الجنود يجب أن يكون هناك استبدال للجنود كل أربع إلى ست ساعات لكي لا يكون هناك ارتخاء عند أولئك الجنود وبالتالي يتعرضون لضربة هذا يعني بأن هناك استمرار لحركات الدورية هناك السجون التي عمليا جزء كبير من الشرطة تشتغل في السجون نهيك عن الشرطة التي تم استدعائها في منطقة القدس المحتلة وفي كل الداخل الفلسطيني والخشة الآن من مظاهرات في الداخل الفلسطيني إذا تم المنع فيه من مناطق دخول إلى المسجد الأقصى وهي قضية ما زالت مطروحة لغاية الآن في نهاية المطاف الجيش الإسرائيلي ليس بحاجة إلى قوات كبيرة كما السابق في داخل قطاع غزة سحب جزء كبير من قوات الاحتياط حتى القوات التي موجودة في المنطقة الشمالية أراد أن يخفف عنها واعتمد أكثر على الضربات الجوية أو استخدام المسيرات وعموما عمل المسيرات أيضا هو بنفس المشكلة يعني ليس كل الجنود يعرفون التعامل مع هذه التكنولوجيا وبالتالي يجب أن يكونوا نالك في وقت مستمر شبان وجنود الذين يعملون على الاستبدال والعمل بشكل مستمر طيب موضوع الشياح البري لرفح يعني لا يتم تطرق إلى هذا الموضوع الآن بكثافة لماذا؟ وهل هناك شياح بري لرفح؟ أم هو مرتبط بأي تطور جديد؟ موضوع رفح بالنسبة للإسرائيليين هو موضوع يؤكد على مصطلح النصر الحاسم نتنياهو يريد نصر حاسم يعني مطلق يعني النصر لا يقبل التأويل لن يكون هناك نصر حاسم من وجهة النظر الإسرائيلية سهام إلا إذا تم تدمير الأربعة ألوية التي تحدثوا عنها الموجودة في رفح يعني لو كان الآن هناك وقف اطلق النار يمكن لهذه الألوية الموجودة طبعا أنا أروي لك ما يقوله الإسرائيلي بأن هذه الألوية الأربعة يمكن أن تقوم باطلق الصواريخ باتجاهة الأبيب ويمكن لهذه الألوية أن تخرج وأن يخرجوا بأعلام حركة حماس والمقاومة ويقولوا نحن منتصرون هنا في رفح وبالتالي هذا لن يحقق ما يسمى بالنصر الحاسم داخل الحكومة الإسرائيلية الأغلبية تقول يجب أن نصر إلى النصر الحاسم النصر الذي لا يقبل التأويل بأن هناك هزيمة حدفة مجرد أن يكون هناك إطلاق للصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل هذا يعني منه لا يجد انتصار هل هذا مبرر؟ هذا طبعا على حساب الأبرياء نحن نتحدث عن مئة ألف شهيد فلسطيني طبعا أنت سوف تقولي ولكن عدد أحمده 30 هذا صحيح هل السبعين ألف جريح يمكن أن نعتبرهم وعذريني أحياء أبدا لا هناك يعني لا مستشفيات ولا أطباء ولا نخوض فيها في المسألة هناك أيضا تحت الأنقاض هناك تحت الأنقاض أعداد لم يتم إحصاء وهناك مقاتلي حماس الذين أيضا لم يتم إحصاء بالتالي نحن نتحدث عن هذا الكم الكبير ومع ذلك وجهة الصورة الانتصارة التي يبحث عنها الإسرائيلي في وقف اطلاق النار أو ما بعد وقف اطلاق النار هو أن يكونوا نالك انتهاء كامل للمقاومة الفلسطينية طبعا هم ذهبوا إلى أكثر من ذلك قالوا خروج القيادات أو اعتقالها أو استسلامها وما إلى ذلك المهم في موضوع رفح الجانب الإسرائيلي وعد الجانب الأمريكي أعلنا وأنا هنا لا أتحدث بالتحليل أتحدث بالمعلومات هم وعدوا الجانب الأمريكي بتقديم خطة خلال أسبوعين يعني مرة منهم أسبوع يعني بقى كامل أسبوع وذلك لتوفير الممرات آمنة لخروج المدنيين من رفح في سن معين إلى مناطق أخرى لم يحددوا أين هي المناطق الأخرى أنا لا أعرف في المناطق الأخرى في البحار في اتجاه مصر في اتجاه السلك الشائك حي في الجنود الإسرائيليين أمن منطقة الشمال بغض النظر هذا الذي تم وعده للجانب الأمريكي وعليه بايدن قال وقف اطلاق النار يعني نيكست موندي الاثنين القادم الاثنين القادم هذا اللي كان قبل أمس وبالتالي أو حني قبل ثلاثة أيام وبالتالي هذا الجيش الإسرائيلي الآن عنده هذه الخطة الآن مثل إعطاء القرار بإتمام المعركة حجة رمضان هي حجة لها وجهان الوجه الأول أن الإسرائيلي يمكن أن يقول خلال الأسبوع الأول احتراماً للمشاعر الدينية سوف نتوقف الحرب هذا على أساس يعني يأبى ولكن الوجهة الثانية تقول بأن شهر رمضان يمكن أن يتم استثماره سياسياً في تحريك الملف السياسي هل الآن في إسرائيل هناك رغبة لتحريك الملف السياسي؟ الجواب لا طالما هناك قتال مستمر قتال صعب مستمر في منطقة قطاع غزة الجانب الإسرائيلي لا يستطيع أن يخرج ويقول نحن انتصرنا وموضوع الانتصار ليس الفلسطيني يحدده الإسرائيلي هو الذي سوف يحدد كيف سوف ينتصر والشكل الذي وضعه صعب جداً والعهاب طومس فردمان وغيره من كبار الكتاب الذين يتحدثوا بأن هذا المصطلح سوف يكون صعباً أشكرك جزيلاً شكراً أحمد البوديري مدير مكتب الغد في القدس المحتلة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً